قولي مين اول حد هنك على الدور يا مورد طبعا انا الناقض الاول ليه هو عيلتي كلهم امي مراتي حماتي ده زاد عليهم السنة دي اخويا عادة ماجد مش من نوع المتابع او المسلسلات وكده بس هو كان منبهر فيعني كانت تليفونات كتير من اخويا ده من ناحية الاسرة وده اول حاجة اصدقائي طبعا من الشخصيات العامة اللي اتفاجئت طبعا كان الفنان خالد النبوي وانا خالد النبوي بشوف زوجته كتير وابنه لان ابنه مع ابني في المدرسة بس استاذ خالد انا ما شفتهش من ايام ما صورنا ابن موت فالكلام ده عاد عليه كازا سنة يعني لقيته دور على نمرتي وجابها وكلمني عشان يبركلي فطبعا هو انا انا حاجة تبسل طبعا نفس الحاجة الفنانة شرين رضا حبيب تقلبي طبعا سعد يونس ما بتفوتش ما بتفوتش يعني الاستاذة سعد يونس ليها كده تايمينج لا ده انتو عملتو حلقة اكل حلقتين حلقتين ده انتو اكلتو لما غزتو لا والله نحكو علي اتخلي بيش اتكلم يا موران لا 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 بيش حد يشوف الحلقة دي وقال ايه جبانتو يعني راوش عبني طب اسمعيني عملتلي حلقة اكل رجيم مع شريف عبد الفتوح واب الفتوح وسامي علوبة عبارة عن اكل رجيم وتمرين يعني بحدلتني والحلقة التانية بعدها بسنة هي اللي طبختلي منين من كتاب قبل نظيرة وكتاب قبل نظيرة مش عارفة ترجمه لحظة واحد لحظة واحد اكلت ولا ما اكلتش وحش وحش طيق لا اقولي على الرد فعل والدتك عن الدور ده كان بتعيط كل ما تشوفني تعيط كل ما تشوفني بعيط تعيط لا لا والاكتر بقى لا من اول مسلسل لا لا من اول مسلسل كانت تكلمني محمو قوي بنت لا بنت عاملت كبه ازاي ده مش حرف ايه طب انت حتقوم طبعا هو حب الاستطلاع كان هيموتهم انهم يعرفوا انا يعني هاخد موقع بقى فيهم الايام ولا لا وما بقولش انا ما بحكيش يعني من اول بنتي ما قلتش الحدثة فيها ايه طب ايه بقى القرارات الغلط اللي انت اخدتها يا مراد مكرم غير ان انت خطفت واحدة المانية وخزفتت خطوبة ايه الحاجات اللي انت تعلمت منها يعني اه لا كتير لا لا كتير اه مفيش مفيش تجارب غريبة هي تجارب كنت ممكن اتفداها غالبا زي اه يعني اه اه قول 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 ايام مضت اه 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 زي انه اه اه وانت سغير اه تحب حد انت مش تعرف تتجوزه وانت عارفك مش تعرف تتجوزه اه فحب ما بين موسلم ومسيحي اه مثلا اه اه مبسوط فرحان إنما ما بتبصش بعد فيه قلم واجع كبير وكتير وكتير وكنت ممكن وأخرني وأخر إن أنا أعاب الست الصحة اللي كانت المفروضة أتجاوزها أنا جاوزت كبير أنا جاوزت كبير أنت دخلت في حكاية لا يمكن تكتمل وعطريتك كتير وكذا مرة ما تعلمتش من أول مرة أنا فكرها مرة واحدة لا لا ما تعلمش من أول مرة لا ده تستاهل آه